الرفض كان هو موقف نقابة الصحفيين الأردنيين من مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية النقابة طالبت بتعديل بعض المواد خاصة تلك المتعلقة بفرض عقوبة الحبس والغرامة المالية على كل من ينشر ما يعد خطاباً للكراهية على الشبكة المعلوماتية نتمنى أن يلغى ولكن طالما هو أمر واقع موجود في مجلس النواب لدينا ملاحظات عليه سواء كان ما يتعلق منها بخطاب الكراهية المادة الفضفاضة التي يمكن أن تطوع بأي طريقة كانت لتضييق على حرية الرأي والتعبير مشروع القانون ينص أيضاً على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات إضافة إلى غرامة مالية كل من استخدم الشبكة المعلوماتية لخرق الحياة الخاصة للآخرين ومن هذا المنطلق يرى قانونيون أن مشروع القانون يتضمن مواد تكررت في قانوني العقوبات والمطبوعات والنشر ولا داعي لإدخالها في نص قانوني ثالث تحت مسمى قانون الجرائم الإلكترونية أمر دفع حقوقيين إلى التحذير من هذه المواد في حال إقرارها ستحد من حرية الرأي والتعبير في تكرار في كلمات إثارة النعرات الطائفية والعنصرية كذا في قانون العقوبات الأردن المادة وخمسين في قانون مطبوعات مادة ثمانة ثلاثين وفي قانون الجرائم الإلكترونية يتيح صلاحيات هائلة للحكومة لجر الصحفيين والمواطنين ومعارضيها إلى القضاء تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن هناك أكثر من خمسة آلاف جريمة إلكترونية تم تسجيلها خلال العام الماضي تنوعت ما بين الاحتيال الإلكتروني والقطح والذم والابتزاز عبر شبكات التواصل الاجتماعي المدافعون عن مشروع القانون يقولون أن هذه الأرقام دفعت الحكومة إلى تغليض العقوبات للفصل بين حرية الرأي والتعبير والانتهاكات الإلكترونية في البلاد العقوبات المقررة مثل هذه الجرائم لم تكن رادعة بدليل تزايد ارتكاب هذه الجرائم سنة بعد سنة إذ نلاحظ أن نسبة عدد الجرائم الإلكترونية المرتكبة في عام 2017 تجاوز خمسة آلاف جريمة وهذا دليل على أن هناك مشكلة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم الإلكترونية وبينما تؤكد جهات رسمية أردنية أن تعديل قانون الجرائم الإلكترونية جاء للحد من خطاب الكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي يجدد صحفيون رفضهم لمشروع القانون باعتباره سيشكل في حال إقراره قيدا جديدا على أفواه وأقلم الصحفيين في البلاد حيدر العبدالي الحرة عمان